تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعى برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزرة رفع فيها إلى المقام الكريم لجلالة الملك المفدى أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة احتفالات المملكة بالذكرى الحادية والعشرين لميثاق العمل الوطني داعيا الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة المباركة أن يحفظ جلالته وأكد سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة في برقيته أن رؤية جلالته أيده الله بتقديم هذا الميثاق الوطني تعد مبعث فخر واعتزاز كبير لدى أبناء مملكة البحرين الأوفياء وأن ما تحقق من نسبة تصويت فاقت 98% لهو دليل راسخ على إيمان شعب المملكة بكل خطوات جلالته معاهدا جلالته على المضي قدما في مواصلة العمل تحت قيادة جلالته الحكيمة سائلا الله القدير أن يديم على جلالته مفور الصحة والعافية وطول العمر ويسدد على طريق الخير خطأ